موسيقى اهلا مع حضراتكم معنا في قناة الابيض تيفي وحلقة جديدة من حلقات التوقعات النهاردة معنا اهم واخطر توقعات ميشيل حيك للفترة القادمة من عام 2021 و2022 بس قبل ما نبدأ الحرقة متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول بيتوقع ميشيل حيك ان المرة دي مش زي كل مرة ارتطعم الجزء الصلب بالكرة الارضية هيحصل وحيكون شيء قاسي جدا خبر صاعق محوره امر مرتبط بنتفلكس عالم كرة القدم مرضونا من نعشو الغاز واسرار برسم الانكشاف وتفجير حقائق الشقم بيحوم حول بطل من ابطال الصف الاول بكرة القدم والجمهور يبكي جزء من اوبر بيتزعزع بعد ورطة رغم موت الليدي ديانا ومايكل جاكسون هتتبين اسرار وحقائق بتهز محبنهم بلبلة واهتزاز بشركة هواوي الصينية والمراضي اداة الجريمة قال التصوير اسم رونالدو جونيور بقلب الشاشة اشارات غريبة حول نجومية نيمار ظهور سماوي جديد بين فاطيمة وميدي جوريه علامات بتسرع انشغال اهل العلم بالكائنات والاجسام الفضائية رغم شراسة ارهاب بوكو حرام بتكون هي الهدف فصل جديد واسلوب جديد بمصار مادورو الصين ورئيسها بعين الكارسة جاكي شان بمشهد دمع وبيعنيه شخصيا الدكتور اللي اكتشف كورونا واللي مات اسمه بيتردد من جديد بقصة كبيرة جدا بكوريا الفرحة محصورة اما البيكي فجماعي وقطار كيم جونج اون وقطار حياته بيسلكه سكة المجهول والخطر قائم كبير جزيرة اوروبية بتطلب النجدة النحس بيحوم فوق عالم الموضة الارهاب بالمواصلات الاوروبية بتكتيك مختلف حتى الناسة وعلمها هيصابوا بالدهشة امام الكشف عن سر كوني كبير بسلسلة اكتشاف سر جديد بسلسلة اسرار دابينشي كود بافق صاحب فيسبوك دموع كتيرة بين شروق وغروب بيلعب كوكب الشمس دور مرعب فرحة كارنفال الريو دي جينيرو مختلفة غير مكتملة يوم اسود على الرزنامة حلف الناتو التغيير بشكل السماء والنجوم والغيوم وبيولدوا دهشة باسرع من سرعتها بينتشر خبر ليسلة بالفورميلا وبيتذكر بشوم اخر بصورة مصيرة بتنتشر علامات التلت ستات مع رموز شيطانية ف2021 حيتذكروا الناس شيء بيخص احداث 11 سبتمبر امر طورق بمصار ومصير احدى الطائرات ضجيج اعلامي واسع مرتبط باعلام لبناني بيشتغل على خطين لبنان كندا وكندا لبنان رح تسرق استراليا الوهج العالمي بالرياضة سويسرا بانتظارها هزتين واحدة في عالم المال والبورصة والبنوك والتانية بعالم الاستقرار والامان اهتزاز معالم معروفة عالميا في ايطاليا نكسب السياحة زي تصلها بعالم البحر في اسبانيا بترجع المانيا تتصدر كرة القدم الاوروبية وتحركات شبابية زي تنازع نازية داخل المانيا وخارجها الشرطة الفرنسية رح تكون هي المحور ليها ومنها وعليها من قضية لقضية وحتكون كتير مستهدفة بيترفع الغبار عن ملف الجسوس الامريكي سنودون اللاجئ لروسيا هدف بيتسجل صالح زعيم المعارضة التركية والهدف بيقربوا اكتر من الخط الاحمر ارى اشارات مبهمة لشيء يشبه الشقم واللعنة والنحس على رئيس جو بايدن ونائبته واحتاس غير مسبوقة في امريكا بيولاها طابور خامس بيحاولوا يحملوها لرئيس ترامب مؤسسات دينية ورجال دين لبنانيين حيكونوا بالضوء بين لبنان واستراليا انتشار خبر محزن عن وجه معروف جدا بصفوف الجالية اللبنانية في استراليا رئيس الوزراء الكندي بمشهد استثنائي قريب من مشهد انتقامي موجة استنكار وغضب على حدث مرتبط بساحة القديس بوتروس وبوليس الفاتيكان اصابة بخاصرة برشلونة الفريق والمدينة والشر بيتربس وبيشوه كنيسة ساجر دافيميا استهداف اماكن عامة وذعر بالشرع الالماني وانجيلا ماركل بدون علمها انها بديرة الخطر بتعرض نفسها لأكبر المخاطر الارهاب بيلقل الانجليز ببلدهم وخارج بلدهم بعض الدروس حتى اصر باكنجهام بيخترق وبينطلق العد العكسي بمستقبل اسكتلندا اعتداء سافر على شخصية غير فرنسية على ارض فرنسا سلاح الغدر موجه الى بوتين الهدف جوي هويته روسية بيمسك الرئيس ماكرون دفتر المحاسبة وكل خطوة من خطواته هيكون لها تمن رئيس بلدية باريس تحت المراخبة وبعين الملاحقة والاحداث المقبلة على فرنسا مخوفاني احداث هتختصر كل المشهد ارهاب انتقام نار وحجز حريات من بين كل المدن الامريكية بروكلين وضواحيها بالضغو الجو مخروف مش طائرة او صاروخ او اي شيء لكن الرادار بيلتقط اشارات من اطباق فضائية والوجهة مجهولة مفاجئات تختارن للوهل الاولى باسم ايلن ماسك بوركام بيرافق عملية فتح ملفات اللي صارت في 11 ستمبر من جديد وبيولع الدنيا الخضة الكبرى هتكون في واشنطن واحداثها ظهرة للعلن واسبابها عديدة ومتشبكة صيد سميم في حديقة البيت الابيض وحجم الانتظارات بيجعل اوبرا وينفري في حالة تأهب بيخسر شارع فيفث افينيو في مانهاتن نيويورك علامته المميزة والفريقة لبعض الوقت زيارة باباوية بتحمل علامات استفهام وبيتفتح عدد من الملفات من خلال هذه الزيارة بابا السلام بقلب المغامرة وبمكان ما بيتعكر سلامه منعطف مفصلي دقيق بمصار ومصير زين الدين زيدان كمان مرة بيدج اسم الطبيب الفرنسي راول دي ديه ولكن بخبر بيلفه الغموض بكده نكون وصلنا معاكم لختم حلقة النهاردة من اهم واخطر توقعات مشيل حيك العالمية للنص التاني من عام 2021 وعام 2022 بشكركم جدا على حسن متابعاتكم بتنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى تعليقاتكم وقراءكم على اي توقعات تحبوا تسمعوها في الفترة اللي جاية او اي قراءة انتو تحبوا تقولوهننا عشان تساعدنا في التنوع في المحتوى اللي بنقدمه على القناة شكرا لحضراتكم ونشوفكم بكرة على خير ودومتم في حفظ الله ورعايتكم